أرلندا في زيارته الثانية لمصر خلال هذا العام وبداية أتوجه له بالشكر على الاهتمام الذي توليه الحكومة الأرلندية للعلاقات الثنائية مع مصر وأتاحت الزيارة والتسلطنا الهاتفية خلال الفترة الماضية لتأكيد على الاهتمام المشترك بدعم العلاقات الثنائية سياسيا واقتصاديا وثقافيا على أرضية ثبتة من العلاقة الممتدة بين البلدين والشعبين التي تسمت دائما بالصداقة والموادة والتفاهم المشترك حول كثير من القضايا خاصة القضايا الأقليمية الموقف الذي اتخذته أرلندا إزاء تطورات الخاصة بالحرب في غزة ومعاناة التي تواجه الشعب الفلسطيني موقف نبيل موقف شجاع موقف يتسم بالالتزام بالمبادئ سواء كانت السياسية أو القانونية أو الأخلاقية التي دائما نتطلع لها مبادئ متصلة بالعدالة وبالانصاف وتقدير بأنه لا يمكن أن يتم التعامل على أسس من ازدواجية المعايير وإنما الاتصاق مع المبادئ التي تحكم مصار البشرية والمثل التي يجب أن نعتد بها تحدثنا بالتأكيد بشكل مسهب فيما يتعلق بتطورات الحرب في غزة ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم توفير المساعدات الإنسانية العمل على منع تصفية القضية الفلسطينية من خلال الدفع نحو النزوح ولكن أيضا بأن يتم التوصل إلى حل دائم ليكسر دوائر العنف والصراع بتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 67 وأن تكون عاصمتها القدس الشرخية لا نرى بديل لحل هذا الوضع والصراع إلا من خلال حل الدولتين ونعمل على تنفيذ هذا الحل وليس مجرد التعبير اللفذي عن تأييده لدينا رصيد طويل من المفاوضات التي تمت معرفة لدي المجتمع الدولي بأطر التوصل إلى حل الدولتين بما يحقق السلام والاستقرار والأمن للشعب الإسرائيلي والشعب الفلسطيني ولكن حتى الآن لا تتوفر الإرادة السياسية الكافية من خلال ما تم الإعلان عنه من قبل المسؤولين الإسرائيليين برفض احتضان هذا الحل من هنا من الهمية تكثيف الجهود الدولية لإقناع الحكومة الإسرائيلية بأن هذا هو الحل الوحيد الذي يحقق الاستقرار والأمن للمنطقة ويخرج الشعبين من دائرة الصراع الممتد الأفاق وسعة للتعاون الإقليمي لدعم المتبادل لتحقيق الأمن والاستقرار والعيش في سلام ولكن لا بد من اتخاذ المواقف الشجاعة دعما للسلام دعما للمبادئ التي تحدثت عنها حتى نضمن للأجيال القادمة الرخاء والعيش في سلام برحب مرة تانية بمعالي الوزير وتمنى له إقامة أيبة في مصر وجولة مفيدة ليتوجه إلى العريش وإلى معبر رفح للتعرف على ما تقوم به مصر من جهد مدني منذ اندلاع الحرب لتوفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة معبر رفح يعمل بصفة مستمرة منذ السابع من أكتوبر لم يتوقف إلا يوم أو يومين تعرض فيهم للقصف العسكري فيما عدا ذلك نستمر في جهدنا من خلال منظمات الأمم المتحدة والاتصالات مع إسرائيل لتوفير أكبر قدر من المساعدات للقطاع للوفاء باحتياجاته وبالتأكيد أننا لم نصل بعد إلى الكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني أشير إلى التقرير الذي صدر فيما يتعلق بالأنروا التقرير وزيرة خارجية فرنسا السابق الذي ضحض الادعاءات بتورط المنظمة أو موظفيها في أعمال إرهابية الحقيقة كان شيء مؤسف أن تتخذ دول لمواقف تستبق أي نوع من التوثق والتحقق من الادعاءات وأن تؤثر على قدرة هذه المنظمة التي تتطلع بمسؤولية رئيسية في دعم الشعب الفلسطيني وتوفير احتياجاته ليس فقط في غزة ولكن في الأردن في سوريا في لبنان وتوفر احتياجات إنسانية توفر تعليم توفر رعاية صحية وبدون عمل الأنروا هي المنظمة الوحيدة التي لديها القدرة على توزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة وأتى حجب الدعم لها بأثار سلبية على اطلاحها بمسؤوليتها في هذا الصدر فنحن نرى في هذا التقرير تطور وندعو الدول التي علقت مساهمتها أن تعيد النظر في هذا القرار بل وأن توفر مزيد من الدعم للمنظمة لمواجهة الحالة الإنسانية الكارثية الغير مسبوقة لا يمكن أن يتحمل الدمير العالمي استمرار هذا القدر من القتل الذي وصل إلى 34 ألف قتيل مدني 20 ألف منهم من النساء والأطفال واستمرار حالة التدمير المستمر للقطاع بحيث أصبح غير قابل للعيش فيه فضرورة توقف هذه الحرب ضرورة العمل على توصل إلى حل الدولتين لإنهاء بشكل كامل الدول العربية سواء من خلال مبادرة السلامة العربية في 2002 أو الجهد الذي تبذله حالياً لموضع إطار يؤدي إلى إنهاء الحرب ويؤدي إلى إنهاء الصراع من خلال إقامة الدولة الفلسطينية أمر يجب أن يتم دعمه من خلال شركائنا الأوروبيين الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بصفة عامة لأنه استمرار زي الحرب وما قد ينتج عنها من أثار نحن نترقب وندعو لعدم اتخاذ إسرائيل لأي إجراءات عسكرية في رفح هذه أيضاً دعوة من غالبية العزمة من أعضاء المجتمع الدولي لإدراك الجميع بأن العمال العسكرية في منطقة تقتز بالسكان المدنيين حوالي مليون ونصف سوف يترتب عنها مزيد من الضحايا من المدنيين مزيد من المعاناة مزيد من التشريد مزيد من المحاولات لتصفية الخضية من خلال التهجير وكل ذلك لابد أن نتعدى مجرد المطالبة اللفظية بذلك وإنما يكون واضح بأن هناك خدرة على اتخاذ خطوات ملموسة في حالة الإقدام على هذه الخطوة بما يعد رادع لعدم اتخاذ إسرائيل لخطوة يطالب العالم بألة تتخذها مرة أخرى أرحب معالي الوزير وأعطيه الكلمة